سوريا نامسكار سوريا أو الشمس هي مصدر الطاقة لجميع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض سوريا نامسكار تساعد على النمو المتجانس لجسدنا وتركيز عقلنا وحدية ذكائنا سوريا نامسكار مهمة لتطورنا الروحي تتكون من مجموعة من ثمانية وضعيات يوغا تنفذ عن طريق سلسلة من 12 خطوة تعد ممارستها في وقت شروق الشمس وغروبها أكثر فائدة قف مستقيما بكل القدمين معا دون أن تتدلى كتفاك تأكد أن ذراعيك بجانب جسمك وذقنك موازية للأرض وازن جسدك بالتساوي على قدميك هذه سماستيتي للقيام بالخطوة الأولى أثناء الشهيق ضع راحة يديك أمام الصدر ملتصقتين ببعضهما في نامسكارا مودرع هذا يسمى برانعم أسنا الآن زفير في الخطوة الثانية أثناء الشهيق ببطء مدد جسدك من الخصر للأعلى ارفع كلتا يديك فوق رأسك أثني رأسك وخصرك للخلف حافظ على ساقيك مستقيمتين هذه الأسنا تسمى الآن للخطوة الثالثة خذ شهيقا ببطء وحني جسدك للأمام حتى تلمس راحة يديك الأرض على جانبي قدميك تأكد أن تنزل ذراعيك ورأسك للأسفل في نفس الوقت تسمى هذه الأعصنة القطوة الرابعة في هذه الخطوة بينما تأخذ نفسا عميقا حرك ساقك اليمنى للوراء وأرخي ركبتك على الأرض تأكد أن الساق اليمنى مسنودة على أصابع القدم وركبة ساقك اليسرى بزاوية تسعين درجة وكلتا راحتيك على الأرض والوركين للأسفل والذقن للأعلى هذه تسمى أشوى سانشالان أسنع في الخطوة الخامسة أثناء الزفير حرك ساقك اليسرى بنفس الطريقة لتطابق الساق اليمنى تأكد من أن يديك وكتفيك في خط مستقيم وأن الكتفين والظهر والوركين في خط مستقيم أيضا تسمى هذه الأسنة سانتولان أسنع في هذه الوضعية خذ شهيقا ببطء الخطوة السادسة خذ زفيرا ببطء ضع كلتا ركبتيك على الأرض بنفس الوقت وضع صدرك وجبينك على الأرض تأكد أن الوركين للأعلى وأن المرفقين قريبين من جسدك تسمى هذه الأسنة شاستانج نامسكار لأن ثمانية أجزاء من جسمك وهم أصابع قدميك كلتا الركبتين وكلتا الراحتين والصدر والجبهة على اتصال مع الأرض احرص أن يكون وزن جسمك موزعا بالتساوي على جميع الأجزاء الثمانية الآن للخطوة السابعة أثناء الشهيق حرك الحوض للأسفل مع تحريك رأسك وصدرك للأمام ارفع الجزء العلوي من جسدك حتى السرع تأكد من أن أصابع قدميك تشير إلى الخارج والساقين مستقيمتان هذه الأسنة تسمى بوجانج أسنة الخطوة الثامنة أثناء الشهيق ببطء ضع أصابع قدميك للداخل ارفع الوركين إلى الأعلى ليأخذ جسدك شكل الجبل تأكد من أن ساقيك مستقيمتان ورحتيك على الأرض والرأس بين الذراعين حاول أن يلمس كعباك الأرض هذه الأسنة تسمى بارفاتا أسنة للخطوة التاسعة أنزل الوركين للأسفل وأثناء الشهيق حرك ساقك اليمنى للأمام مع إبقائك الركبة اليسرى على الأرض والعودة إلى أشوى سانشلان أسنة الخطوة العاشرة في هذه الخطوة حرك ساقك اليسرى للأمام وأثناء الزفير عد لوضعية بات هاستاسنة الخطوة الحديات عاشرة أثناء الشهيق ببطء ارفع جسدك ارفع يديك للأعلى وعود إلى هاست أوتناسنة تأكد أن ترفع ذراعيك ورأسك معا في نفس الوقت الخطوة الثانية عاشرة أثناء الزفير ببطء قف مستقيما بوضعية برانام آسنة الآن كرر التسلسل كاملا مع ساقك اليسرع سوريا نامسكار تزيد من سعات رئتيك سوريا نامسكار تحسن الأيض ووجد أنها مفيدة جدا في التحكم بمرض السكرية تنظم سوريا نامسكار إفرازات الغدد الصماء سوريا نامسكار تساعدك على التحكم بوزنك وتساعد على تقوية عضلات العمود الفقري والظهر على مرض ارتفاع ضغط الدم أخذوا الاحتياطات أثناء القيام بسوريا نامسكار على مرض الفتق والقرحة الهضمية تجنب القيام بسوريا نامسكار على مرض عرق النساء والتهاب الفقار العنقي وكذلك التهاب المفاصل الحاد تجنب القيام بسوريا نامسكار على النساء تجنب القيام بسوريا نامسكار خلال فترة الحيض وأثناء الحمل تساعد الممارسة المنتظمة لسوريا نمسكار على إزالة السموم من جسدك والتخلص من الكسل وبالتالي تنشط الجسم بأكمله اشتركوا في القناة